أمام حضراتكم خالد الإعسر خالد الإعسر يعلق على الأحداث في السودان الأحداث في السودان تشغل بالكثيرين أيضا على موقع التواصل الاجتماعي X حاليا تويتر سابقا خالد الإعسر كتب ليقول تصرفوا بحكمة وكونوا قدر التحدي بعض الناس في السودان لا يدركون حتى اللحظة مدى أهمية الوضع العام واستشعرهم لحجم المخاطر المحدقة بالوطن ضعيف للغاية واقعون بسهولة في فخ المؤامرات الخارجية والداخلية المنسوجة سعيا لتعميق حالة الهشاشة التي أفرزتها الحرب وما سبقها من سنوات الفوضى على حد قول خالد خالد الإعسر يكمل ويضيف المطلوب من الجميع الآن التفكير ألف مرة قبل الإقدام على أي خطوة من شأنها زيادة الصراعات وتفكيك التلاحم الوطني السودان الآن في حالة حرب مصيرية يكون أو لا يكون ويجب أن يتعامل الجميع بحذر شديد ووثق ما تمليه عليهم هذه الحالة ويحكموا التصرفات التي يقومون بها بما يجعل هناك حالة من حالات التلاحم الوطني وليس الإضعاف والتفكيك بسبب قضايا ومشاغل ربما تكون شخصية ومآرب أخرى تخدم أجندات الأعداء في الداخل والخارج تصرفوا بحكمة وكونوا على قدر التحدي خلد الإعاسر بتاريخ 20 يونيو 2024 تويتة همة تدوين همة تدلل على ضرورة الإصطفاف الوطني في هذه المرحلة من مراحل الحرب الجارية حتى الآن في السودان هذه الحرب التي انطلقت منذ منتصف إبريل الماضي ولازم نتحدث عنها في خضم معاناة كبيرة يعاني منها الشعب السوداني مقتل 15 ألف جرح 27 ألف ونزوح 10 مليون إذن نحن نتحدث عن الملايين تعاني في السودان جراء أزياء الحرب المستمرة